عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك بعد انتاء زياراته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية والتي ترأس خلالها مع الفريق أول الركن فياد بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للكوات المسلحة السعودية الجلسة الختامية للاجتماع التاسع للجنة التعاون العسكري المصري السعودي أصفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي ما بين القوات المسلحة المصرية والسعودية على مختلف الأصعدة بما يسهم في تحقيق الرؤى والمصالح المشتركة لكل البلدين الشقيقين عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية ترأس خلالها مع الفريق أول ركن فياد بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الجلسة الختامية للاجتماع التاسع للجنة التعاون العسكري المصرية السعودية حيث أجريت مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين وأصفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكري المشترك في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات العسكرية بين مصر والمملكة العربية السعودية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لكل البلدين الشقيقين وأشهد الفريق أسامة عسكر بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج إيجابية نحو توافق الرؤى بمختلف المجالات العسكرية كما شملت الزيارة تفقد شركة S.A.M.I المسؤولة عن الصناعات الدفاعية بالمملكة العربية السعودية حضر جلسة المباحثات المشتركة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية